طبعا بنايب الله يرحمه كان مجهة نظري حقيقة كان يتميز عن الآخرين بغض النظر طبعا إذا استعرضنا كقيادة صحفية الكفاءة والمهنية وما إلى ذلك كان رجل علاقات بالدرجة الأولى يعني ما يحسب إلى الأستاذ محمد لوعيل في هذا الجانب الصحفي أنه وظف هذه العلاقات إلى ما يسمى توسيع دائرة الصحافة المهنية عن طريق هذه العلاقات بمعنى آخر نعرف قبل 20 سنة مثلا على سبيل مثال أو 15 سنة قبل تحدث هذه القفزة الهائلة في الإعلام عن طريق الله طبعا التقنيات والمنصات ووسائل التواصل الاجتماعي صعب أن يصل الصحفي أو الإعلامي المتمرس والدكي أو الموهوب إلى ما يسمى بالشخصيات أو ما يسمى بمن يمدون هذا الإعلامي بالمعلومات ليش؟ لضحف العلاقة محمد لوعيل أنا أعتقد درجة أولى علاقات في الصحافة كقيادة وبالتالي سهل هذه المهمة من عمل معه من عمل معه سواء من محررين أو أيضا له قيادات في مناصب في الصحف بمعنى آخر اختصر عليهم الزمن اختصر عليهم المسافات شوف اللي يعرف مسيرة الأستاذ محمد العير رحمه الله يعرف أول شيء أنه هو محب للجميع يتمتع بإنسانية كبيرة شخص غير تصادمي يحترم مهنته كثيرا ولكنه يستطيع إيصال فكرته والتعامل مع أي زميل تعرف أنه العلاقات مع الزملاء أو مع الصحفيين أحيانا يأتيك مثلا بعض الزملاء العلميين اللي ما يتحمل أي كلمة ما يتحمل انتقاد عمله ما يتحمل أي توجهات ما يتحمل أي عتاب الأستاذ محمد العير كان قادر أنه يوازن في هذه الناحية كان يتعامل معهم بلطف بلين ولكنه لا يتنازل عن مهنيته وهذا كانت من الأشياء التي أحبها طبعا أفضاله المهنية وأفضاله الإنسانية وإنسانية اللامحدودة ما أعتقد أحد عامل مع محمد العيل أو اقترب منه على المستوى الشخصي الأكيد وتذكره بكل بالأسى والحزن على رحيله فقدنا عرابا إعلاميا كبيرا افتقدنا برحيله أخا كبيرا افتقدنا برحيله كل هذه الإنسانية بصراحة يعني أنا بالنسبة لي يعني الحديث عن محمد العيل بالنسبة لي يعني حديث نشجون لو أفتح مجلدات يعني ما زلنا مقصرين في حقه لكن إن شاء الله أن نشوف ثمرة محمد العيل في أبناءه مشعل العيل ونايف العيل اللي حتى الآن أي واحد يتعامل معهم مع أبناءه يعرف أن الأستاذ محمد العيل وأن اللي خلف ما مات بوجود هؤلاء الشباب أبناءه اللي بصراحة يتمتعون بدماثة الخلق وأيضا بالمهنية زادوا عليها بالتسلح العلمي أبناءه في حرص شديد على أن تتلبس أنا أقول المواضيع الصحفية أو الاتجاهات الصحفية أو سياسة تحريرية للصحيفة أو للصفحة إذا كانت صفحة بالعمل الخيري أو بما يمكن أن يكون له علاقة في خدمة الإنسان يهتم بنبض الشاعر كما هو يهتم بنبض الشارع فهو حساس ومرهف الحس صادق في مشاعره بسيط في تعامله مع الآخرين يشعرك دائما أنك أنت شيء ما يعني ممكن يكون يوازيه أو يتفوق عليه هذا الشعور دائما يجعله شخصية جاذبة يعني بالذات من يعني يكون بدأوا أو يتوهم في العمل أو يكونوا مثلا عرفوا شخصية أبو نايف من الداخل عكس اللي ممكن يكون يعني يعتقدون مثلا محمد العيل الشخصية اللي مثلا التحقوا به وهو مثلا مدير التحرير أو نايف رأس تحرير أو بعد ذلك رئيس للتحرير أنه شخصية مجرد أنه يعني يعني يصور لهم أنه يعني قريب لهم أو يصور لهم أنه يعني أخ لهم أو إلى آخره لكن ما يكتشفونه فعلا قريب لهم وأخ لهم ويملك الكثير من ما يمكن أن يخدمهم في مجال عملهم وفي نفس الوقت لو على حتى على يعني حساب بعض الأشياء الشكلية اللي هو لا يهتم فيها يعني عادة رؤساء التحرير أو المسؤولين والقياديين في التحرير ويكون اهتمامهم دائما يعني فيه شيء من البرستيج اللي هم يحافظون عليه أو اللي يحاولون أن يتجاوز أحد ولكن أبو نايف ببساطة وبحبه وبعاطفته الجياشة كثير ما يجعل الفوارق بينه وبين الآخرين قليلة جدا وجدا لكن صادقة